إعلان عام من المحكمة الخاصة بلبنان صدرت مذكرات توقيف بحق أربعة أفراد متورطين في الاتداء الذي وقع في الرابع عشر من شهر شباط فبراير سنة 2005 والمتهمون الأربعة هم السيد سليم جميل عياش والسيد حسين حسن عنيسي والسيد أسد حسن صبرة والسيد مصطفى أمين بدر الدين المعروف أيضا بالأسماء مصطفى يوسف بدر الدين وسامي عيسى وإلياس فؤاد صعب وتتعلق التهم بجرائم متعددة من بينها التأمر بهدف اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري وواحد وعشرين شخصا آخر بالإضافة إلى محاولة قتل مئتين وواحد وثلاثين شخصا ويمكن للطلاع على التهم بتفاصيلها الكاملة على موقع المحكمة الإلكتروني ويذكر رئيس المحكمة القاضي أنتونيو كاسيزي المتهمين بحقهم في المشاركة في الإجراءات وبهذه المشاركة يتسنى لهم الدفاع عن أنفسهم دفاعا كاملا لرد التهم الموجهة إليهم وإزاء الأدلة المقدمة ضدهم وستقام الإجراءات وفقا لأسمى المعايير الدولية ولن يدين قضاة المحكمة أبدا أي متهم إلا إذا أثبتت مسؤوليته بدون أدنى شك معقول إن الشعب اللبناني وبخاصة المتضررين من هذا الاعتداء يستحقون معرفة الحقيقة فيما وقع في الرابع عشر من شهر شباط فبراير سنة 2005 كاملا